اللهم صل وسل وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين بعد أن تفيئنا ظلال البسملة أجزاء ومعاني ولغة ثم وقفنا على الرحمن الرحيم وبينا الفرق بين الرحمة الشاملة الواسعة والرحمة الخاصة هنا تساؤل مهم قبل أن ندخل في محيط آيات سورة الفاتحة وهذا السؤال يضعنا أمام نقطة محورية وعجيبة تختص بها سورة الفاتحة والمثاني السبع المثاني وهو موضوع تكرار البسملة في القرآن الكريم هذا الموضوع موضوع حريب الاهتمام ويحتاج إلى جواب لماذا الله سبحانه وتعالى تعبدنا بتكرار البسملة بحيث أنها مكررة في 114 آية أو سورة من سور الكتاب إلا براءة ومحل براءة هي معوضة في سورة أخرى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم فهذا التكرار شنو مغزاه راح نمر بآيات بنفس المضمون كذلك أكو آيات أخرى بنفس مضمون البسملة قد جاءت مرة واحدة في القرآن الكريم ليست بمكررة ثم أنه هناك آيات أيضا مكررة أخرى يعني ليست البسملة فقط هي الآيات المكررة مثلا في سورة الرحمن مار عليكم فبأي آلاء ربكما تكذبان هي مكررة هذه الآية ولكن ليست بقوة تكرار البسملة أو في سورة القمر فهل من مدكر أيضا مكررة ولكن ليست في قوة تكرار البسملة في كل السور ما هو السبب في تكرار البسملة طبعا هذا يدل على أنها ليست مجرد آية من آيات القرآن الكريم بل البسملة خصوصية عجيبة وعظيمة تمتاز بها من بين آيات القرآن الكريم ما هي الأسرار والخواص التي نبرر فيها أو نعلل فيها تكرار البسملة بهذه الصورة في القرآن الكريم هي أهمية وجودها طبعا يشير إلى هذا السبب الأول المرحوم الطبطبائي في الميزان وجودها كأدب من الآداب العامة التي يفرضها القرآن الكريم في حياة المسلمين والمؤمنين والمعتقدين الفاتحة قلنا بأنها مهمة جدا ومضامينها تعادل القرآن الكريم ومضامينها مختزلة في البسملة فالبسملة ترتبط بآداب معينة جدا مهمة لهذا خلينا شوية نحسب الأمور المهمة المرتبطة بالآداب الروحية والآداب النفسية وهذه القضية جدا مهمة بالبسملة أولا نفترض أن البسملة تريد ترسيخ المعاني المرتبطة بها في النفوس فلهذا مع بداية كل سورة نحن نكرر البسملة بما فيها من معاني اعتقادية ومعاني روحية ومعاني دينية ومعارف عامة وخاصة التلقين هذا كثرة تكرار البسملة معناته أننا نؤصل هذه المعتقدات وهذه المعاني في أنفسنا وهنا ننتقل إلى النقطة الثانية وهي الأبعاد الغيبية والمعنوية لألفاظ القرآن الكريم وخصوصا البسملة هناك تأثيرات غيبية وتأثيرات معنوية الله سبحانه وتعالى جعلها في ألفاظ البسملة أعزائي إحنا محتاجين دائما للذكر والبسملة من الذكر العظيم الذي علمنا القرآن إياه علمنا الله سبحانه وتعالى إياه دائما إحنا بحاجة إلى الذكر حتى نعيش مؤمونين من الشرور إحنا ذكرنا في فضل البسملة أنها تدفع المكاره تدفع الشياطين إذا صار عندنا مجال ربما نقرأ رواية روايتين في هذا اليوم إن شاء الله النقطة الثالثة مواجهة تشويش الشيطان سواء في محيط النفس في محيط الشهوات في محيط تأثير الشيطان على الإنسان نحن بحاجة أن نتدرع درع نتحرز بالبسملة لنبعد الشيطان عن عقولنا وعن حياتنا النقطة الرابعة طبعا هذه النقاط مستلة مأخوذة من الروايات التي ذكرناها سابقا غسل القلوب من الرين وأوساخ الذنوب وكدورات المعاصي لما نعيد البسملة ونبتدأ بها مع كل سورة شوفوا الآن الله سبحانه وتعالى أيضا تعبدنا بالاستعاذة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبعدين البسملة بسم الله الرحمن الرحيم لكن مع هذا البسملة تحتل مكانه في الذكر وفي التداول وفي القرآن الكريم باعتبار هي آية من الآيات بل هي أعظم الآيات تحتل مرتبة ما تحتلها الاستعاذة فهذه النقطة الأولى أنه الإسلام والقرآن الكريم فرض البسملة كأدب من الآداب الإسلامية التي الذي يضم أو التي تضم حزمة من الأمور المهمة التي ترتبط بحياتنا ومعتقداتنا ونفوسنا وأرواحنا كل هذا مرتبط بالبسملة النقطة الثانية وهي مهمة جدا شوية نقف عندها كذلك حتى من بعد هذه النقطة ندخل فيه آيات سورة الفاتحة ما بعد البسملة أن البسملة تحمل معنى الشعار عند المسلمين زين البسملة فيها مقومات الشعار ولو أن أكو آيات كثيرة فيها مضمون البسملة مثل ما ذكرت لك بس البسملة في حجمها رباعية كلماتها أفقها الواسع تكرارها تحمل معنى الشعار المسلمون حتى الكفار عرفوا النبي بالبسملة كانوا يتأذون من البسملة بالذات هذه موجود فيها روايات إذا صار عندي وقت أيضا أقرأ بعض هذه الروايات التي تدل حتى المشركين عرفوا أن البسملة شعار من شعارات الإسلام لهذا الجهر بالبسملة كما ورد عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه الجهر بالبسملة من علامات المؤمن أنه يجهر بالبسملة في صلاته يعني إذا وصل إلى البسملة حتى في الصلاة الإخفاتية مع أنه الأمر مستحب لكن مستحب مؤكد مو أي مستحب مستحب دلت عليه روايات كثيرة وروي عن صفوان الجمال يقول صليت خلف أبي عبد الله صلوات الله عليه أياما فكان إذا كانت الصلاة لا يجهر فيها يعني الصلاة الإخفاتية قصده الصلاة التي لا يجهر فيها فإذا كانت الصلاة لا يجهر فيها جهر فيه بسم الله الرحمن الرحيم وكان يجهر بالسورتين معا يعني يجهر بالبسملة للسورتين معا ذكرت أنا رواية جدا مهمة لكن وجدتها بتفصيل آخر مهم عن أبي حمزة الثمالي قال علي بن الحسين عليه السلام إن الصلاة إذا أقيمت يعني إذا صلاة الجماعة إذا أقيمت وأقام الإمام يعني قرأ إقامة الصلاة جاء الشيطان إلى قريب الإمام فيقول هل ذكر ربه شوف القضية الرواية شلون دقيقة يسأل الشيطان يقول هذا الإمام هل ذكر ربه العجيب إنه أكيد يعني إذا قاعد يصلي المفروض ذكر ربه صحيح أما تكبيرة الإحرام أما الإقامة أما سورة الفاتحة ما يصير إمام يصلي ما يذكر ربه لا ذكر الرب عز وجل مقصود به شيء آخر في خصوص شيء معين شنو هذا الشيء يقول هل ذكر ربه فإن قال نعم ذهب خلاص بعد الشيطان ما لا علاقة بالصلاة لا بالمأموم ولا بالمأمومين وإن قال لا ركب على كتفيه فكان إمام القوم حتى ينصرفه يصير على كتفي الإمام وهو الذي أنت تشوف أن الإمام قاعد يصلي يقول الإمام علي بن حسين زين العبدين يقول لا يقول لا هذا في الحقيقة الشيطان قاعد يصلي زين حتى ينصرفوا يعني إلى نهاية الصلاة هو يئمهم قال فقلت يعني أبو حمزة الثمالي يسأل الإمام زين العابدين عليه السلام جعلت في داك هذا السؤال اللي احنا سألناه جعلت في داك أليس يقرؤون القرآن يعني لازم يذكرون ربهم أليس يقرؤون القرآن قال بلى ليس حيث تذهب يا ثمالي مو هذا اللي فهمته إنما أقصد من الذكر يعني في كلمة هل ذكر ربه إنما أقصد من الذكر هو الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم شوفوا منزلة البسملة من عباداتنا ومن صلواتنا بحيث أنه إذا ذكرت البسملة إذا ذكر الإمام البسملة صار مأمون من دخول الشيطان كإمام في الصلاة أما إذا نسى البسملة تذكرون إحنا ذكرنا في الروايات إن الشيطان هو الذي أنسى من ترك البسملة أنساه الشيطان البسملة زين مع أن هذا التركيز على البسملة هناك آيات إحنا مفسرنا البسملة أمس وأول أمس صحيح نفس هذا المضمون موجود في آيات أخرى مثلا يعني مضمون البسملة موجود في معاني آيات أخرى أعطيك آية من الآيات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم هذا المضمون بالجملة مطابق لمضمون البسملة لكنه لكنه لا يغني عن البسملة البسملة قلنا نقطتين مهمتين النقطة الأولى ترتبط بالآداب والمعتقدات العامة للمسلمين النقطة الثانية ترتبط بكون البسملة شعار للمسلمين لهذا أنت تشوف المسلمين اليوم سنة وشيعة على كل الطبقات على كل الأقسام بين المسلمين عندهم البسملة لها مكانة خاصة يعني هذه الرسالة السماوية فعلا وصلت مع أن الاستعاذة مهمة لكن البسملة زين لها مكانة خاصة في حياة المسلمين دائما ويساعد على شعاريتها على كونها شعار حجمها أربع كلمات يقتضي أن يكون فيها قوة الشعار اللي يمكن أن الإنسان يتخذها شعاراً وذكراً مكرراً وأكو بعض الروايات تربط الذكر هذا ذكر البسملة بالشيعة بالخواص كيف يعني يعني قلنا إحنا رحمن ورحيم الرحمة شاملة في وين شاملة في الرحمن وخاصة وين في الرحيم يقولون أكو أحد الشيعة جلس بين يدي الإمام الصادق عليه السلام على كرسي فطاح سقط من الكرسي وشج رأسه يعني انجرح سال مننا الدم إزين الإمام علق عليه السلام قال لأنه لم يبسمل وبعدين أشار مضمون الكلام قال هذا خاص لأهل الولاية لمن يقول بولايتنا لأن إحنا كنا مشمولين برعايتهم وملزومين بأحكامهم أيضا لنا مثل ما أقول عقوبات ولكن هناك بعض الأمور نتحملها لا يتحملها لا يتحملها غيرنا وهي آثار ترك البسملة لهذا كل ما لم يبدأ ببسم الله فهو أبتر لهذا الله سبحانه وتعالى يعلمنا ويتعبدنا في مية وأربعة سورة يفتتحها بالبسملة إلا براءة وقلنا هي معوضة في إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل وسلّ وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار وآله الأطهار وآله الأطهار ترجمة نانسي قنقر